يعني انت مالك انت المفروض عريس الليلة يعني. فمش هينفع ان حد يبقى جنبك كده واخد الاضواء. فرسندل كان تعبان. والمالك اصلا راجل اكيل بطبيعته. فقعدوا اكلوا اكلوا. كابوا عليه جرد المية عشان يفوقوا صحية. والمالك ضايع. المالك ايم بالصينية كلها بعد عنك. يعني ده واكل صينية كيكة مسمومة ايه? مظبوطة. انما رجل فرسندل راجل اخد له حتة كده من جنب الصينية ليه بتبقى لحتة المحروقة الحوال والتفكير وهناعمل ايه? راحوا رابطينها مع المالك في البدرون. المالك تعبان وقال ما حاجش يدفع علي انا هريح شوية. قال له قعدة افضحنا. ده احنا هنروح في ده احنا لو اتمسكنا هيعلقونا على البيض. عما تعمليز ده يا عادل امامي. صراحية الزعية. المالك بيحب يا رجالة. المالك بيحب لك. فقال له اه يا حبيبي. ندخل. يعني انا وانا هخافتي. افتكر كمان الست الجميلة قوي. خطبته. خطيبة المالك. الاميرة وهي جاية بتسلم عليه. افتكر هو. افتكر فليفيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي ابناي وبناتي طلاب سنوية عامة. ده الفصل التاني من القصة كنا اتفاقنا ان احنا هنشرح القصة على شكل حدوتة لذيذة زريفة نحكيها بالانجليزي وبالعربي. وانا هحطي لكم النهاردة ان شاء الله الكلام اللي بيتقال على الشاشة. علشان لو حابين تاخدوه سكرينشوت هتقدروا تاخدوه وبالتالي يبقى اه الكلام اللي بيتقال معكم. يلا ندخل في الموضوع على طول. كنا اه الفصل اللي فات انتهى ان الملك قابل اه رودل فراسندل واتكلم مع بعضه. كان الملك مندهش جدا انه بيشوف حد شبهه قوي كده. وقال له كمان ان هو المفروض يجي معاه اه الحفلة بكرة ويا سلام اخويا مايكل هيبقى عامل ازاي لما يشوف نحن الابنين كده. واحنا مع بعض شبه بعض قوي كده. تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي يحصل الفصل التاني. اه اه. سابت وفريدز قال له له لا. فكرة ان انت تاخد معاك حد شبهك قوي كده. تروح مع بعض اه تحضره مع بعض الحفلة. يعني انت مالك انت المفروض عريس الليلة يعني. فمش هينفع ان حد يبقى جنبك كده وياخد الاضواء الناس كلها هتبص عليه هو هتسيبك. هيحصل ارتباك بينك وبينه. الناس هتتلغبط. ومش يوم الناس تتلغبط فيه يعني انت النهاردة اه الملك والنهاردة بتبقى الملك. راح الملك عزم راسندل قال له خلاص. طالما مش هتهضر مع الحفلة نتعاش مع بعض. واحنا التفنى الراجل ده بيحب الاكل قوي. فعشان يعمل معك واجب هيأكلك. فقال له خلاص احنا نتعاش مع بعض النهاردة. عزم راسندل عشان يتعاش معه في الهانتنجلوج. افتر زا كينج ان راسندل هاد ايت انه بعد ما اكلوا ايناف فود اكلوا اكل كتير. السفرة كايب بتفضى وتتميلي تاني. والخادم جوزفي يجيب لهم اكل تاني. عمالين ياكلوا بينه وبينك راسندل كان تعبان قوي بعد ما مشي كتير في الغابة. انت عارف ان هو عبال ما اه وصل لانه هيقابل الملك كان مشى فترة طويلة في الغابة. ساعة المراكة ان ظهروا على الشجرة ونام. فراسندل كان تعبان. والملك اصلا رجل اكيل بطبيعته. فاعدوا اكلوا اكلوا يعني اوكي. تمام. فبيقول افتر زا كينج ان راسندل هاد ايت ايناف فود. جوزيف الخادم اللي هو زا كينج السيربانت بروت ديم احضر لهم صامد لاشاس كيك. جاب لهم شوية كيكة كده لزيزة. سنت باي دوك مايكل. بعيتها دوك مايكل اخو اخو الملك. الملك اكل لكيكة بجوع بنهم ايه عم ده انت لسه واكل صفرتين تلاتة انت لسه عندك شهية تاكل. قال له اي عم ده كيكة لزيزة واخويا حبيبي بعتها لي. وبعدين اللي راح اخد حتة كيكة واحدة. طب وصابته فريدز. لا صابته فريدز اصلا ماردوش ياكله. قال له يا عم احنا مش هنأكل عندنا حفلة الصبح. ما تنسوش ان احنا نزلين الساعة ستة الصبح عندنا حفلة ما نجاهز وكده. احنا مش اكلين احنا ننام خفاف خفاف. علشان نقدر ننزل الصبح يكون عندنا طاقة نتحرك. عشان من الباشتة ايمين تؤال كده ومش هارفين نتحرك. انما الملك قال له عم سفاك منهم. اه التؤال ايه وخفاف ايه? وبتاع احنا اهم حاجة بالنسبة لنا ناكل. الاكل اهم حاجة. قاعد اكل واكل اه بعد ما اخلص الاكل. جات الكيكة راح ايم بصنية الكيكة كلها. ورود الفراسند الاخد له حتة واحدة كده وخلاص. بيقول اكل از اف وكأنه it hadn't been the first thing to eat. كأنه it had been. كأنه it had been. كأنه دي اول حاجة كلها. ولو انه كان واكل من بدري بسه هو مفيش فايدة. كطعة واحدة بس. المهم ان الكيكة دي اكتشفنا بعد كده ان هي سامة. عرفنا ازاي? تاني يوم الصبح سابت وفريتزي بيحاولوا يصحهم الملك دخلوا لقيه مرمي على الارض فاقد الوعي ووشه احمر اوي وبيتنفس بصعوبة. تقريبا بيموت الراجل يعني الملك. طيب دخل عشان يصحوا رود الفراسندل. ليه رود الفراسندل في شبه مغم عليه. المهم كابه عليه جرد المي عشان يفوق صحي. تمام? فلما دخلوا بيتكلم مع بعض عن الملك قالوا بس. الكيكة مسمومة. اه دوك مايكل حط سم في الكيكة علشان مش عايز اخوه يروح يحضر الحفلة. دوك مايكل احنا كنا حاسينه راجل كويس ومحترموا بالناس. وجايب جيك الكيكة لاخوه بتاع. طلع سامم اخوه جايب له سم علشان اه اخوه ما يحضرش الحفلة. وطبقا لقانون البلد لو اخوه ما حضرش الحفلة. وبناء عليه يبقى دوك مايكل هو الملك. لو انت ما حضرتش الحفلة انا موجود يا بشا. احضر انا الحفلة على طول مكانك وتولى الحكم مكانك مباشرة. ده تفكير دوك مايكل. طب ليه رودل فراسند الصحي من جردل المية والملك ضايع. الملك قاين بالصينية كلها بعد عنك يعني ده واكل صينية كيكة مسمومة ايه مظبوطة. انما رودل فراسند الراجل اخد له حتة كده من جنب الصينية ليه بتبقى الحتة المحروقة الحدل والحلوة دي. تمام? كويس. اه الكيكة طلقت مسمومة والدوك مايكل وانت تو بايزن. زي كانج حب ان يسم الملك. صوزت لكيه كدن تأتند علشان ما يقدرش يحضر الحفلة. اراد ان ياخذ ويصبح الملك. كده ده الكلام اللي احنا فيهمناه. سابت اقترح بقى سابت بيقول نبعت اردوك رادل فراسندل يعمل نفسه الملك. يتظاهر نور الملك قدام الناس. ويحضر الحفلة على انه الملك. شبهه بالضبط. وانت جت لنا نجدة من السماء واحنا وقعنا من السماء. وانت استلقتنا معلم. انت شبه الملك وتحضر الحفلة والملك يقضي الليلة دي وهو كده تعبان ونيجي تاني يوم نجيب دكتور ونقول راجل بالملك. ليه? لانه لو ما حضرش الحفلة النهاردة دوك مايكل هياخد الحكم. كويس. طب ولو قلنا انه عيان دوك مايكل هياخد الحكم. طب الحل ايه? الحل ندور على الدكتور فدكتور ايه? فريتز قال لي يا جماعة ولا الف دكتور هيقدروا يعالجوا الراجل ده ضايع. ده بيموت. الحفلة بعد شوية. تمام? كويس. طب اه نشوف دكتور دكتور بعيد حتى اقرب دكتور على مسافة بعيدة جدا. الحل الوحيد هو انت. سبت بيقوله انت الحل الوحيد دلوقتي ان انت اه تروح الحفلة. و الناس مش هتدرك. مش هتدرك ده بسبب التشابه الكبير ما بين والملك. ثم ولما الملك يتحسن راسند الكود جو باك تو انجلند يرجع انجلترا بالسلمة. راسند الوز افرد. راسند بصراحة كان خايف. وهو موقف مش مريح يعني ان انا لأ يعني حاجة تقلق. انا راح احضر حفلة تتويق مكان الملك. واخوه سامو يعني انا هروح احضر حفلة مكان واحد كان عايز يتقتل. فما ممكن انا اه اتضرب في النصية. وكان خايف ان الناس الناس ربما تدرك. ان هو مش الملك. لانه كان انجليزي. بيتكلم لغة انجليزية. بس ما تنساش ان دي اصلا اللغة الام بتاعتها جورمان الماني. ورادل فراسند دارس في جامعة المانية. ومدارس الماني بيتكلم الماني. فهو بيقول انجليزي راح الناس سألو له يا عام انت راجل بتكلم الماني كويس. انت يعني جاي مزبوط من كل حاجة. الشبه واللغة وكله. كان ممتاز. اه زي دي قرروا تجوتو زا ستيشن. قرروا فعلا انهم يروحوا المحطة. المهم لبسوا رادل فراسندل ملابس الملك. واجهزوه. وبدأوا يتكلموا معاه واحنا هنبقى جنبك وما تقلقش. واسبتة قال له انا هفضل ماشي جنبك طول الوقت. اه هقولك انت مين اللي داخل عليك ده هيسلم عليك ده فلان. يعني هبقى جنبك كده هقولك بص اللي جاي عليك ده اه اخوك. سلم عليه خده بالحضن. اه اخوك. تمام? اللي جاي عليك ده ابن عمك. اللي جاي عليك دي خطبتك. الراجل خاطب يا جماعة. اللي جاي عليك دي خطبتك وهكذا. قال له انا هبقى في جنبك. حتى خدم بتوعك هقولهم لك. وبدأ يحكي له تاريخ حياة الملك. تمام? وخدوا قرار انهم يروحوا لمحطة بدري ساعة. ليه? لان هم متوقعين ان رجالة مايكل يجوا في اي وقت طالما الموضوع في كده اه اه محاولة اغتيال. فربما يجوا يكملوا يطمنوا يشوفوا الدنيا عاملة ازاي. فهنتحرك بدري قبل ما اي حد يجي عشان لو جمي ما يلقناش. ويقول لهم اه دول الجماعة راحوا الحفلة. والملك راح معاهم. اه الملك راح معاهم. الملك كويس? اه الملك كويس. وراح الحفلة. طب الملك فعلا هيروح فين? هياخدوا الملك يناموه في القبو. البدروم يعني. هينزلوا الملك في البدروم تحت. وهيسيبوه وهيروح يحضر الحفلة. يحضر الحفلة ويتتوج الملك. والناس يشوف ان الملك حضر الحفلة. وبيقي ملك رسمي. يروحوا راجعين. ثابت وراسندل. سابت وراسند اللي يرجعوا هما الاتنين ياخدوا الملك يرجعوه راسند اللي هيروح على بلده وسابت يرجع مع الملك وهو طبعا الملك هي بفاقد الوعي يرجعوا هما الاتنين على الاصر طب وفريدز فريدز هيعود لهم على باب الاوضة قدت النوم قافل الباب وعلشان ما حدش يقدر يدخل الاوضة قرروا نروح المحطة بدري بدلا من الانتظار بدل ما ينتظروا هما الحراس والجنود بتاع دوك مايكل وخبأوا الملك زي ما قلنا في البدروم علشان الحراس يفتكرون مفيش حد موجود طيب من اللي هيقعد مع الملك قلنا جوزيف اتصنطت عليهم سمعت الحوار ده ام جوان مين جوان؟ فاكرين انتو بنت صاحبة الحانة مش كان لقى صديق الواد اللي هو شغال مع الدوك مايكل حلو جدا الواد ده امه برضو شغالة مع الدوك مايكل او شغالة خادمة في الهانتنج لوجي ما الهانتنج لوجي ده اصلا بيت الصد ده بتاع الدوك مايكل فالستة سمعتهم فهم عشان رياحوا نفسهم من القيل والقلو والتفكير وهناعمل ايه؟ راحوا رابطينها مع الملك في البدروم دخلوها البدروم وربطوها وسبوها في البدروم مع الملك علشان ما تجيش تقول رجالة مايكل لما ييجوا او كده وتحكي له من حكاية والسر يتفضح فبالتالي قرروا انهم يحبسوها في القبو او البدروم مع الملك اتنايت وفي الليل بعد الحفلة سابت سوف يعوده سابت هيرجعه تاني سابت هيرجع هو راسندل للهانتنج لوجي بعد ما الحفلة تخلص وكل الدنيا تبقى تمام يرجعه للهانتنج لوجي راسندل يروح على بلده وسابت يجيب الملك ويرجع على حصان يرجعه في القوضة وتاني يوم الصبح يقولوا يا جماعة الحقونة ده الملك تعبان وعايزين نجيب له دكتور وساعتها نجيب دكتور براحتنا الملك تعبان وملك راسمي محدش لي عندنا حاجة كويس انه هما تاني يوم يرجعوا على الاحصانة بتاعتهم وفريدز هيقعد هيقعد علشان يحرص قوضة النوم بتاعت الملك يقعد قدام القوضة محدش يدخل القوضة ممنوع يا فريدز حد يدخل القوضة حتى ولو دك مايكل ده دك مايكل نفسه دك مايكل تحديدا ده ما يجيش ما فيش اي حد يدخل علي على الملك القوضة لانه الملك مش اصلا مش هيبه موجود احنا هتقعد قداما بالقوضة تقولي الملك تعبان وقال ما حدش يدخل علي انا هريح شوية الملك جوه الملك مش جوه سابت ورسندل هينزله ويروحوا علشان يجيبه الملك فبالتالي فريدز قعد قدام القوضة ممنوع الدخول جوزيف ويجاهز الملك وسعيتها الملك وسابت يرجعه ويجاهز الملك وسابت للقصر ويجاهز الدولة ويمشي زي دي صايدد وقرروا تقول لك جوهان ان هم قررانوا ميحبسوا ام جوهان في القبو مع الملك لانها سمعت خطتهم وإحتمال عن مكان اختباء الملك اخبره بقى عن كل حاجة عيلته الحاجات اللي بيحبها اهتماماته ضعفه حتى الخدم قال له على كل حاجة في الطريق بيدردش معاك كده وبيحكي له على كل حاجة بيقول له تفضحنا ده احنا هنروح في ده احنا لو اتمسكنا هيعلقونا على الباب بتاع البلد يعني انت خلي بالك من كل حاجة كيف يجب ان يتصرف القصر خد بالك انت ملك انت عم تعمليش دي عادل امام في فيلم مصرحية الزعيم انت ملك يا ريز انت هتتصرف كملك اعمل اللي بيعمله الملك ادزا ستيشن وفي المحطة في المحطة في العاصمة قدر انه يسمع مزيكا والناس بتهتف ربنا يحفظ الملك فسابت لما سمع الكلام ده قال ربنا يحفظ الملكين ربنا يحفظ الاتنين احنا معنا واحد هنا وواحد هناك بيموت بيودع ربنا يحفظ الاتنين بالمناسبة هما لما نزلوا ووصلوا المحطة بتاعة زين ده قبل ما يركبوا القطرة وروحوا العاصمة استرالساو لما ركبوا الناس هناك كانت مندهشة جدا والحراس كانوا مندهشين انهما جايين بدري ولكن سابت ببساطة قال لهم يا جماعة الملك تغير خطته جاي بدري احنا ملنا الملك قال هنيجي بدري خلاص تمام لما نزلوا بقى في المحطة لسه بقى المفروض انه فيه وفد رسمي هيجي لهم من القصر عبارة عن المارشال ستراكنش ومين المارشال ستراكنش ده قائد الجيش مارشال دي ردبة في الجيش زي مشير كده المشير قائد الجيش ومعاه مجموعة من الجنود طبعا واكيد فيه وفد رسمي ومفروض ان الدك مايكل هيجي برضو عشان يستقبلوا الملك واللي معاه علشان يرجعوا كلهم على الاصر ويروحوا الحفلة مع بعض فوصلوا بدري قبل ما الوافد ده يوصل طبعا لسه فضلهم ساعة علشان الوافد يوصل ومفيش طبعا وسيرة يبلغوا بها بعض في الوقت ده فبالتالي راسند البقى اللي هو عامل نفسه ملك قدام الناس هيعيش دور الملك الملك بيحب يا رجالة الملك بيحب الاكل فراسند العارف طبعا المعلومة دي قال لهم بس طالما جينا بدري ندخل المطعم نفتر يلا رجالة على الفطار سبت كان مبسوط قوي منه قال له بس تمام انت كده فهمت الملك انت فهمت دماغي الملك رايحة ازاي اوكي بس طبعا هناك وهم بيأكلوا وبيفطروا سمعوا مزيكة وبيبول تشيرينج والناس بتهتف اعدادا للحفلة البلد هناك غريبة جدا البلد مقسوم النصين وبينه وبينك هي مش غريبة يعني بلاد الدنيا كلها تلاقيه كده بيوت ناس اغنية قوي وبيوت واسعة وفيها اماكن مريحة وبيوت ناس فقراء جدا وابسطاء دنيا كلها كده تقريبا هناك كمان البلد مقسوم النصين دول نص ناس عايشة في قصور تقريبا والشوارع واسعة ومضيفة قوي وبتلمع وناس عايشة بعد كده في حاجة بما تشبه العيشة شمال جمعين في بيوت صغيرة قوي حر قوي في الصيف وبرد قوي في الشتاء وفقراء جدا وشوارع دياء ومزدحمين في البيوت ومتكدسين كده شوارع واسعة وحديثة وحيث يعيش الأغنياء في بيوت كبيرة ولكن خلف ده منطقة فقيرة شعرها دياء في بيوت صغيرة قديمة وغير صحية الناس ده الفقراء اللي في الالد بارت ما بيحبوش الملك ومش عايزينه عايزين الدوك مايكل تخيل بيؤيد الدوك مايكل ليه افتكر ان الدوك مايكل كان عايش مع ابوه ايام ما كان ابوه هو اللي بيحكم البلد والملك اللي هو المفروض ان هيتولى للحكم النهاردة اكانش عايش معاهم الراجل كان مسافر برا وارجع لهم زي ما قلنا بالبراشوت نزل عليهم هيحضر معاهم الحفلة ويبقى الملك من النهاردة مايكل لما كان عايش كان واخد باله من الفقراء تحس انه كان بيرتب للموضوع من بدري كان بيجهز لفكرة انه عمل زي الناس اللي بتدخل الانتخابات كده احرف الفكرة دي تمام فالراجل كان شغال عن الموضوع ده غير كده كان دايما بيقول للفقراء اوعى تفتكروا انه لو بقيت الملك هتفضله كده الاوضاع هتتغير مش هسيب كل حاجة زي ما هي انما الملك اللي هو ابوه ابوه كان زي نظام ابنه كده اللي هو الملك الجديد نظام ايه راجل بيحب يأكل وعايش دماغه وما لناش دعوة بالغير فبالتالي ان الفقراء عايزين الدوك مايكل عشان عندهم فكرة انه الراجل ده يغير انما الاغنياء لا خليه ده دوك مايكل مين احنا عايزين الراجل ده ليه لان الراجل ده يبقى زي ابوه الدولة مش هتتغير واحنا عايزين نفضل كده الغني غني والفقير فقير كويس مش حابين الملك وبيايدوا الدوك مايكل دايما كان بيديهم الامل وفي الميدان الكبير كان فيه اعلام ملونة واشرطها ملونة في كل مكان والناس اصطفت في الشوارع تصفق وتهتف والناس بترمي وردة عليه من البلاكونات على الرسندل الرسندل حتى في لحظة من اللحظات لما ترم عليه وردة وطع الوردة كده واخدها حطاها في البلط بتاعه وليه ان وش يتغير ما تفهمش يتضايق ولا فرح ما فهمناش انطباع وش وعمل ازاي بس انا من وجهة نظري انه اندهش يعني انت ايه عم انت المفروض ملك في حفلة تتويج بتوطي على وردة تحطها في البلطه برضو خلي بالك تصرفاتي يعني ماش بتاعت ملك اوي يعني اوكي خد بالك كمان انه استراكنش قال الرسندل استراكنش اللي وقع الجيش قال له تعالوا دخل هنا في المنطقة الفقيرة في الحتة الديقة المكان القديم وده بصراحة كان حاجة غريبة الرسندل افتكر انه هو بيختبره بيختبر شجاعته فقال له اه يا حبيبي ندخل يعني وانا هخاف ندخل في المكان الفقير وانا عندي شجاعة كافية طب بص خد اللي هتقل بقى ماشي رجالتك دول انا همشي لوحدي ايه رأيك انا مش عايز حد معايا انا هدخل في المنطقة الفقيرة دي لوحدي وهمشي في وسط الناس لوحدي الرسندل بيقول انا كنت ماشي وحاسس قد ايه هدومي نظيفة اوي مقارنة ببيوت الناس وشكل الشوارع والحيا اللي هم عايشينها عرفت قد ايه هدومي نظيفة هو بيقول كده حرفيا بيقول كمان اني سامع الناس ونفسهم وكلامهم وسامع اللي زعلان مني وبيقول ايه وسامع اللي بيقول الله ده جاي معد في وسطنا ده مش خايف مننا سامع كل حاجة وشاف صور اخوه مايكل هو مش اخوه اخو الملك وشاف صور مايكل متعلقة على شبابيك الناس معلقين صور مايكل هم بيحبوا مايكل وعايزين مايكل لان مايكل قال لهم انا هغير لكم حياتكم تمام في اللحظة دي بقى والناس بتسقف وبتصرخ وبتاع وكلام ده بعد ما وصل للميدان يعني وعد المنطقة في اللحظة دي فعلا صدق نفسه صدق فعلا انه هو الملك احساس انه الناس بتسقف له والفرحة دي خليته فعلا صدق انه هو الملك وكان مسرور لما شاف كالر مايكل عارف انه ده مش اخوه اول ما شافه عارفه بس يقدر يتكلم طب ده هيقول مسلا ان ده مش الملك الناس هتقوله طب هو فين الملك هيقول لهم مسموم عرفت ازاي انه مسموم مش كده طب انا اللي سميته بنفسي طب تعال يا حبيب خش السجن مش كده ولا ايه فمش قادر يتكلم يعاني واكل سد الحنك وقاعد ساكت مش هينطق هيسكت اه واخد الدروة بفوق دماغه وساكت الراجل ومش بتكلم افتكر كمان التاج وهو بيتحط على راسه بيقول انا افتكرت لحظة التاج ولحظة ما كانوا بيقولولي احلف اليمين قدام الناس اللي هي يعني ان انا بوعدكم بكذا وكذا وكذا واحافظ على مش عارف ايه والحاجات اللي بيقولوها دي افتكر هو اللحظة دي افتكر كمان الست الجميلة قوي فلافيا خطيبته خطيبة الملك الاميرة فلافيا وهي جاي بتسلم عليه افتكر هو افتكر فلافيا اوكي يعني من الحاجات اللي افتكرها تمام انتوانيدو ما بقى واز اون وان اوف دا بلاكونيز فاكرين انتوانيدو ما بقى الست الفرنسوية الطموحة الجميلة اللي كانت جاية معاه في القطار ورجبت معاه من باريس كانت وقفة في واحدة من بلاكونات بتشاهد الحفلة هي جاي اصلا عشان داهدا الحفلة كانت وقفة فوق وانشي سو راسندل ولما شافت راسندل تعبير والشاهد اتغير راسندل اعتقد راسندل اعتقد راسندل اعتقد راسندل اللي هي عرفت هو مين افتكر ان هي عرفته وافتكر ان هي هتصرخ وهتنادي ان دا مش الملك الحقي اللحظة دي بينتهي الفصل التاني وانا هسيبكم كده آآ القانين مش عارفين بقى ايه اللي يحصل انتوانيت هتصرخ وهتقول دا مش الملك الحقوني واللي هتطنش وتكبر دماغها وانمالي وهتسكت هنعرف ان شاء الله الكلام دا في الفصل التالت آآ انتوانيت وقفة في بلكونة والرجل تحت البلكونة وبعد ما كانوا بصوته فرحان وطير من الفرحة وصدق نفسه ان الملك الملك فجأة وشه بيتغير لانه بيشوف انتوانيت دماغ بقى بص عليه فبيقول ايه يا دي الليلة الكوبية اتفضحنا وروحنا في داهية واللي كان كان آآ الفصل التاني خلص آآ ان شاء الله بإذن الله مش هتأخر عليكم بإذن الله مش هتأخر عليكم وهقدم لكم الفصل تاته قريب جدا سامحوني اذا كنتبقى تأخر ضغوط وشغل ومطلوب مني اعمل حاجات كتير وانا ريلي بعمل حاجات دي الواحدي فسامحوني اذا كنتبقى تأخر عليكم بس ان شاء الله بإذن الله مش هتأخر عليكم تاني بحبكم في اللقاء اشتركوا في القناة وما تنسوش تعملوا لايك وتتابعوا كل اللي بقدموا ان شاء الله وتسيب الكومنت بتاعك اشوفكم الحرقة الجاية الى اللقاء